أي معروف عندما تصنعه في غير أهله فهو ظائع لا محالة والعرب يقولون قبل من يصنع المعروف في غير أهله يلاقى الذي لاقى مجير أم عامري أم عامر كثير من الناس عبالهم إمرأة أم عامر مو إمرأة أم عامر ضبعة في يوم من الأيام رجل عربي دخلت إلى بيته ضبعة والعرب قبل كانوا يسمون الضبعة أم عامر هاي الضبعة دخلت إلى بيت هذا الرجل فرآها عطشانة تلهث يعني مطرودة هناك من يجري خلفها الرجل جار سيفه وطلع وإذا أكو مجموعة من فرسان العرب يطاردون هذه الضبعة يريدون أن يصطادوها قال ما بالكم قالوا هاي طريقتنا ونريدها قال والله هاي الضبعة دخلت إلى بيتي وهي دخيلة علي ووالله اللي تقربها ما دام السيف بأيدي والله لا أقص نصين فقالوا لأ خلاص احنا أجرناك في من استجارت بك وتركوها ومشوا قام هذا الرجل العربي الأصيل قام عنده شياح حلب الشياح أقدم لها حليب وأجلسها في الظل وأعطاها طعام وأعطاها شراب ورق قلبها عليها قال مهما كانت وإن كانت حيوانا وحشية مفترسا فرح ومطلوبة فأمن بيها وفرح لهذا العمل اللي عمله فجاء الليل والضبعة ما زالت عنده فنام فلما نام بالليل قامت علي الضبعة وقالوا بقرت بطنه بأنيابها وأكلت من لحمه وشربت من دمه ثم صرفت جاء أخو الصبح ولقى الحال هكذا عرف أخو أنه هاي الضبعة اللي جارها أخو هي اللي سوت بهيج راح أخو خرج في الصحراء بحث عنها بحث عنها وجدها فلما وجدها ضربها بربح وقتلها بعدا قتلها قال هذه الأبيات المشهورة ومن يصنع المعروفة في غير أهله يلاقى الذي لاقى مجير أم عابري أدام لها حين استجارت بقربه طعاما وألبانا لقاح الدرائري وسمنها حتى إذا ما تكاملت فرته بأنياب لها وأظافري فقل لذوي المعروف هذا جزاء من بدأ بصنع المعروف في غير شاكري وهذا ما وقع فيه الكثير الكثير من الأصلاء إنهم صنعوا المعروفة في غير أهله ثم تندموا في الوقت الذي لا تنفع به الندامة ترجمة نانسي قنقر